يمكن تصنيف النيازك إلى ثلاثة أنواع رئيسي بناء على تكوينها وهيكلها النيازك الصخرية تتكون هذه النيازك لشكل أساسي من معادن السيليكات وهي أكثر أنواع النيازك شيوان يمكن تقسيمها إلى نوعين فرعيين، الكوندريت والأكوندريت الكوندريت، هذه النيازك هي الأكثر بدائية ولن تخضع لتسخين أو ذوبان كبير تحتوي على أجسام كروية صغيرة تسمى كوندرولز والتي يعتقد أنها تشكلت في النظام الشمسي المبكر الأكوندريت خضعت هذه النيازك لتسخين وذوبان كبيرين مما أدى إلى تكوين أنواع مختلفة من المعادن والقوام النيازك الحديدية تتكون هذه النيازك بشكل أساسي من الحديد والنيكل مع كميات ضائلة من العناصر الأخرى يعتقد أنها نشأت من نوع الكواكب النيازك الصخرية والحديدية تتكون هذه النيازك من معادن السيليكات ومعادن الحديد والنيكل يعتقد أنها تشكلت عند الحدود بين نوع وعباءات الكواكب تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك العديد من الأنواع الفرعية داخل كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة الرئيسية من النيازك ترجمة نانسي قنقر